مرحبا وبركاته وأهلا بكم اليوم بعد قرار إداعا بسجن لعميد المحامين السابق عبد الرزيق الكيليني فمه هجمة من المحامين على عميد المحامين الحالي الأستاذ إبراهيم بودربيلة على اعتباره أنه ما دفعش على زميله وعلى المحامي الأستاذ عبد الرزيق الكيليني واعتبروا أنه فمه تقصير من عميد المحامين الحالي اليوم صارت كونفيرنس دو بريس تعرفوا أنه البرح بعد صدور بطاقة الإداع بالسجن أعلن عليها سامير ديلو اللي هو عضو هيئة دفاع على عبد الرزيق الكيليني واعتبرها وصمت عار واعتبرها أنها هي صدمة للمحامات التونسية واعتبرها يوم أسود يوم ما تم اصدار بطاقة إداع ضد المحامي الأستاذ عبد الرزيق الكيليني صار البرح اجتماع طارق في دار المحامي بخصوص التداول المعنى شنوة اللي بشي سير تعرفوا أنه دار المحامي هي مفتوحة أمام كل المحامين على الاختلافات المشارب متاحهم يلتقي وغادي كالتقا وحدوا شنوة بشي سير بضبط وعملوا كونفيرانس دو بريس اليوم حضروا فيها برشا محامين من بينهم سامير ديلو ومن بينهم برشا محامين أخرين اللي اعتبروا أنه إداع الكيليني السج وإيقافوا هو الضربة في مقتل المحامات ونسف لحق الدفاع كان فم حالة من الغضب اليوم في الكونفيرانس دو بريس سامير ديلو اعتبر أنه قضية العميد الكيليني منطلقها صفحة لتنسيقية قيس صعيدة على حد تعبيره وبطبيعة الحال رئيس فرع المحامين في تونس محمد الهيدفي في ندوة صحفية كان حاضر هو بش نعمل إشارة عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربيلة دي ما يتشكيه منه محامي حركة النهضة خاصة إنه ما يتفعلش معاهم وما يتضمنش معاهم وما يسندهمش هذي شفناه فيه نور دين البحيري وزوجته أحكيت على العميد وقالت موقفش معانا وي 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 وهنا شفناه معالكيليني زيدا نفس الشي ورئيس مجلس يعني فرع المحامين رئيس فرع المحامين شكرته زوجة زوجة نور دين البحيري عفوا قبل قالت إنه موقف معانا كان رئيس الفرع متاع تونس أما عميد المحامين موقفش معان اليوم نفس الشي رئيس فرع المحامين في تونس محمد الهيدفي أحذر الكونفيرانس دو بريس هذي تضامنا مع العميد الكيليني وقال إنه إيقاف العميد هذا مثل صدمة حقيقية وضربة في عمق المحامات التونسية يقول إنه تهم الموجهة ليه المتمثلة في الانضمام إلى جمع من جأن الإخلال بالراحة العامة للتعرض لتنفيذ قانون وهضم جنب موظف عمومي بالقول والتهديد حالة مباشرة لوظيفتي ومحاولة التسبب في الفوضى والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل والصد عن العمل وتحريض الأمن على العصين يقول هي تهم لا تتلائم مع مقتضيات الدستور ولا مع منظومة الحقوق والحريات حتى في فترة التدابير الاستثنائية يعتبر اللي صار هذا مؤشر سلبي وخطير جدا جدا في مسار القضاء ولكن يقول هيئة الدفاع على البحيري احترمت قرار القضاء حتى ولو كان اعتبرته جائرا طبعا يقول اليوم إنه محاكمة محام الدفاع يعني إنه حق الدفاع قد نصف في البلاد لخطر هو الكيليني هو محامي النوردين البحيري والإشكال اللي صار صار نهار 2 جام في 2022 وقت اللي سمعوا اللي نوردين البحيري في مستشفى الحبيب بوغاتفة في ولاية بن زرت والناس الكل همشي محامين وقيادات النهضة وزوجتوا إلى غير ذلك اللي صار هو إنه فكل معنى فكل وقفة هذيك حبوا يدخلوا لدخل فالأمن منعهم فتوجه للأمن معناها بأسلوب معين اللي تم تأويله فيما بعد من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين على إنه دعوة الأمن للعصين معناه وكأنه يقولوا معناه ما تنفذش الأوامر وما تستجيبش للأوامر واعتبروه عصين يعني هذا بتفسير يعني اللي اعتبره وزير الداخلية توفيق شرف الدين يقول لك مدام أنت وقفته وعمت له قضية جزت على خاطر هو محامي دافع على النور دي اللي بحيل يعني هو قادي بشر اعتبروا وقتها اللي هو قادي بشر يعني فبالتالي حق الدفاع غير مضمون هذه محجة وانتوما تعرفوا الناس كل إنه القضاء مبني على حجج وعلى ثغرات القضية مثلا يبدأ فيها واحد متورط فيما نعرفش شنوه راهوا المحامي متاعه يبدأ لوجله على ثغراء من الثغرات هو وقتها الكيليني ما كنش يترفع لي المرافعات في المحكمة ولا في بيروه وقتها يقول إينا نرفع عليه ونخدم في خدمتي أما وقتها في احتجاج وقفة احتجاجية وهاني إينا المحامي متاعه واني قلت للأمني فك عليك من تطبيق القانون وتستيرا وهذا يعني دفاع يعني هذي ثغرات وإحنا نتفهم واذاك هو خدمة المحاميات التونسية هو إنهم يلعبوا ديمة على الثغرات ثغرات في القانون ثغرات في التصريحات ثغرات في أي حكاية اللي بشي بنوا عليها بينسور الثغراء اللي لقاوها اليوم هو إنه يقول إنه هذي هو قادي بشر ويعني تم محاكمته على خلفية القضية هذي بالتالي حق الدفاع قد نصف في تونس طبعا الاتهامة موجع لرئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس فرع المحامين في تونس يقول مرة أخرى إنه يرفض في العموم في المطلق الكيلاني ولا غير الكيلاني يرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري على خاطر الكيلاني يحاكم أمام القضاء العسكري من جهة سامير ديلو المحامي أيضا يأكدوا إنه عملية الإيقاف منتاع العميد السابق عبد الرزيق الكيلاني شبيهة بعملية خطف البحيري ولكن الفرق بنيتهم إنه العملية الثانية يعني منتاع الكيلاني تمت بتغطية قضائية اتهامات للقضاء يقول إنه القضاء العسكري أصبح منذ 25 جوليا الماضي مختص في محاكمة المحامين والنواب وفي ذلك عملية ممنهجة لتخويفهم وإربيكهم هوني نحب نعلق على حاجة واحدة هو إنه لو كان جاء القضاء العسكري بالحق مويل لقيس سعيد وينفذ في تعليماته عمره ما يفرج على سيف الدين مخلوف على سبيل المثيل هذا مثيل واحد برجة نواب بتحاكموا على خاطر فما قضايا ضدهم وتحاكموا على القضاء العسكري وفما رفض هوني وفما جدل خليني نقول بين اللي يوافقوا بين اللي هو ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولكن لو كان جاء هو القضاء العسكري بيد قيس سعيد روحكم عليه مثلا بالتهمة اللي توجهت له في المطار وقته ولكن القضاء العسكري من بعد خرج سيف الدين مخلوف ومحكمش عليه نظر لي هوني مناج موش نقول إن القضاء العسكري مع قيس سعيد معنها واضح هوني بخصوص ملف نوردين البحيري يقول سمير راديلو إنه قرار الإقامة الجبرية في حقه صدرت بقرار رجعي عام 78 لا تتضمن منعا من الزيارة عكس ما تم التعامل به على أرض الوقاء وحتى القرار متاع الإقامة الجبرية اللي خرج ما كانش فيه منع الزيارة ولكن توا منعين عليه الزيارة على حد ترجمة نانسي قنقر